شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع افتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان وذلك بمشاركة وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي ودول مجموعة نواة الآلية الموسعة الخاصة بأزمة السودان ومفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي وسكرتير عام منظمة إيجاد وأكد وزير الخارجية خلال كلمته على محورية دور الاتحاد الأفريقي في حل القضايا والأزمات الأفريقية واستعراض حركات مصر بشأن الأزمة التي استندت لعدد من المحددات تتمثل في ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وتأمين النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه وأوضح شكري أن مصر تستمر في جهودها ومساعيها الدؤوبة لوقف الصراع الدائر في السودان ترجمة نانسي قنقر